رصدت السلطات الأوكرانية تسربا لغاز الأمونيا السام من منشأة كيميائية في مدينة سومي في شمال شرخي أوكرانيا صباح اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الألمانية وأنشر ديمترو زيفاتسكي رئيس الإدارة الإقليمية لسومي عبر تيليجرام محذرا المواطنين بشأن التسريب وطالب السكان في منطقة نصف قطرها خمسة كيلو مترات من المنشأة الكيميائية بالبحث عن أقبية أو شقة في طابق أرضي قدر الإمكان لتجنب المادة الكيميائية السامة يشار إلى أن الغاز ذو رائحة النفاذة وأخف من الهواء ولم يذكر زيفاتسكي سبب التسرب من مصنع سومي خيم بروم ولم يتسنى وضع تقييم مستقل من الموقع وتام الجيش الروسي أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بالتحضير لهجوم كيموي كاذب على المدنيين فيما لفتت الدول الغربية مؤخرا إلى تزايد خطر استخدام روسيا لأسلحة بيولوجية وكيميائية وتم اتهام روسيا بشكل متكرر بنشر معلومات مضللة حول الاستفزازات الأوكرانية المزعومة من أجل تبرير هجماتها موسيقى